النهاردة أنا مسكت ملكة النمل المنزلي وقلت فرصة أن أصورها عشان أخليكم تشوفوا العقل المدبر لأي نمل بيكون موجود في بيتك وهي الملكة واللي بيكون شكلها غريب جدا عن باقي النمل العادي في البيت سواء في الحجم أو اللون خلي بالك من الصعب جدا لو عندك نمل في البيت أنك تشوف الملكة والسبب في كده أن الملكة دايما بيكون مقتبئة في سكوب عميقة في أي مكان في بيتك وبيكون عليها حراسة من الشغلات ومن النادر جدا أنها تخرج برا أثناء وجودها في المستعمرة بتاعتها أو داخل الأنفاق بتاعتها بيكون شغلتها الوحيدة هي وضع البيض كل يوم بتقدر أنها تقوم بوضع أكتر من 300 بيضة يعني أكتر من 3000 نملة كل 10 أيام بتخرج وتنتشر في بيتك ولو حتى كفحتهم وتخلصت منهم في خلال أيام بسيطة بتلاقي الملكة بتبعت لي غيرهم ويمكن أكتر منهم كمان ولو سألتني طيب إزاي أنا عصرت على الملكة وقدرت أني أصورها هقولك لأنه في وقت معين من العام بيطلع للملكة أجنحها وبتخرج برا المستعمرة تطير في الهواء عشان تقوم بالتكاثر مع الزكور زكور النمل يعتبروا أقل أفراد في المستعمرة عمرهم قصير جدا يعني الملكة مثلا بتقدر أنها تعيش من 15 إلى 30 سنة العاملات والحراس بيعيشوا حد 7 سنين أما الزكور فهي مش بتعيش غير أسبوعين بس وبتموت وده لأنهم ليهم مهمة معينة بيقوموا بيها وبعدين مش بيكون ليهم أي دور تاني في المستعمرة فبيموتوا دورهم بيكون خلال الأسبوع اللي بتخرج فيه الملكة برا المستعمرة للتزاوج بتخرج الزكور هي كمان وبيكون ليهم أجنحة وبيقابلوا الملكة وبيحدث عملية التزاوج بعد التزاوج إما الزكور بتموت بشكل مباشر أو بعد عملية التزاوج بأيام بسيطة وربنا له حكمة من كده لا يعلمها إلا هو لكن على الرغم من عمرهم القصير الملكة بتؤمر الشغلات أنها توفر للذكور كل سبل الراحة والتغذية يعني بيكونوا أكلين شربين نايمين في المستعمرة ومش بيعملوا أي شغلة تانية وده بيكون لتحضرهم وتجهيزهم للمهمة اللي بيقوموا بيها وبعد دورهم ما بينتهي بيتم التخلص منهم أو بيموتوا لوحدهم الملكة على الرغم أنها بتكون مختبئة طول عمرها لكن بتكون فعلا هي العقل المدبر وهي اللي بتقوم بوضع الخطط لباقي المستعمرة وده بيتم عن طريق لغة خاصة بيهم بيفهموا بعض بيها وبيفهموا كمان أوامر الملكة لغة الملكة مع النم عبارة عن مواد كيميائية اسمها الفرمونات بيتم إفرازها وبتتحول إلى إشراط بيفهموا بعض بيها يعني الملكة ممكن تفرز فرمونات بتحفز بيها العاملات على جمع الطعام وممكن تفرز فرمونات بتؤمر بيها العاملات على القيام بأي أنشطة جوه المستعمرة وفيه فرمونات برضو بيتم ترجمتها من العاملات على أنها أوامر من الملكة ببناء العشاش أو رعاية البيض واليراقات أو لحماية المستعمرة حتى في حالة الشعور بالخطر أو فيه وقت الطوارئ بتقوم الملكة بإفراز فرمونات بتؤمر بيها الحراس في المستعمرة أنهم يستعدوا إما بالمواجهة أو بالهروب لمكان آخر أكتر أمان وطبعا بيكون أهم شيء في المستعمرة هو حماية الملكة من أي خطر ولأنها العمود الفقري للمستعمرة عشان كده أنت لو بتعاني من وجود نمل بشكل كبير في بيتك واستخدمت كل سبل المكافحة ومقدرتش أنك تقضي على النمل وبتلاقيه بيرجع تاني أكتر من الأول فلازم تفهم كويس أن الأمر ده سوف يستمر ولن ينتهي طول ما الملكة على قيد الحياة داخل العش الوصول للملكة فقط والتخلص منها هو أسرح حل للقضاء على النمل ببيتك للأبد وبدون أي مبيدات أو بدون أي مصاريف بكده وصلنا لنهاية الحلة لو دي أول مرة تشوفنا بتمنى إنك تضغط لايك وتشترك معنا في القناة وتكون فرض من أسرة كوكب الطيور والحيوانات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة